اليوم أردت أن أشارك معكم هذا الفيديو من القلب ودون لغة خشب وأعدكم إن شاء الله إن تبقتم هذه النصائح وهذه الطريقة التي سأشرح لكم ستكون فعلا هذه هي الانتلاق والبداية نحو تحقيق أحلامكم إذن قبل البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم فيديوهاتنا أول بأول لأن الفيديوهات القادمة ستكون حصرية ومخصصة لكم متابعينا الأوفياء إذن على بركة الله السلام عليكم إخواني مرحبا بكم في قناتكم استفهام عام العالم الآن يشهد تطور كبير خصوصا في مجال التجارة الإلكترونية والكل يتجه الآن نحو الشراء عبر الأنترنت إذن أخي أختي هذه هي فرصتك للبداية واحتراف المجال وأنا بفضل الله سأريكم كيف ومن أين تبدأون لأن الخطوة الأولى دائما تكون هي الأصعب الخطة التي سوف أقدمها لكم هي خطة مجانية لكن تتطلب منك الإجتهاد وأن تتحمل المسؤولية وتبدأ العمل وركز على حبك لما تعمل حتى تعمل ما تحب ثم الاندباط واحترام الوقت فهذه النقط هي التي ستجعل منك بائع ناجح إذن الطريقة على الشكل التالي ستقوم بالذهاب إلى الفيسبوك ثم تحاول الدخول إلى المجموعات الفيسبوكية المعنية بالشراء والبيع في مدينتك ثم بعدها تقوم بالبحث على المنشورات التي تعرض المنتوجات للبيع فبمجرد أن تجد صورة لمنتوج وعليها تعليقات كثيرة فهذا المنتوج قد يكون ناجح ثم ستختار صورة له وتحاول أن تعدل عليها بالفوتوشوب وإن كان هذا المنتوج معروف فيمكنك كذلك أن تأتي بصور خاصة له من جوجل لكن يجب عليك أن تعدل عليها وتطعى بصمتك ليبدو المنتوج بشكل جداب ثم تقوم برفعه على ماركت بليس وكذلك تقوم برفعه على هذه المجموعات ويجب عليك أخي أن تضع له وصف جميل يعرف بالمنتوج ثم تمنه ثم رقم هاتفك لتسهيل التواصل معك والآن النقطة الأهم في هذا الدرس ستحاول أن تشاهد جميع الأتمنة التي وضعها المنافسين لهذا المنتوج حتى تستطيع أن تجد موردين لك بأتمنة مناسبة ولتتمكن من منافسة الباع الآخر ولا تنسى أخي أن تضيف تمن التوزيع لليفريزون على التمن الإجمالي فمثلا المنافسون يضعون المنتوج بمئة ديرام وأنت وجدته عند الموزع الخاص بك بخمسون ديرام ستقوم برفعه أنت بخمسة وتسعون ديرام حتى تتمكن من منافسة هذا الباع فمثلا سوف تقوم بإضافة خمسون ديرام ثمن المنتوج الأصلي زائد خمسة عشر ديرام الخاصة بالشحن ليصبح المجموعة خمسة وستون ديرام وبالتالي ربحك الصافي هو خمسة وتسعون ديرام ناقص خمسة وستون ديرام إذن الربح هو ثلاثون ديرام فتخيل معي أخي إن قمت ببيع أربع منتوجات فقط في اليوم فسوف تحقق ربح مئة وعشرون ديرام وهذا كأقل تقدير لأنه إن قمت بالعمل بجدية وقمت برفع منتوجات مختلفة مثلا منتوجات خاصة بالأطفال منتوجات خاصة بالنساء وكذلك منتوجات خاصة بالرجال لتكون لديك فئة مستهدفة كبيرة جدا فمن المؤكد أخي أنك سوف تصدم من كمية المبيعات التي ستحققها يوميا لذلك فعندما قلت لك بأنك سوف تحقق أكثر من مئة ديرام في اليوم فلم أكن أضع لك عنوان مضلل أو عنوان ليتير انتباهك بالعكس فهذه حقيقة وسوف تصل إليها إن شاء الله في أقرب وقت فالخدعة هنا أخي هو الشحن المجاني فالشحن المجاني يجدب المشترين بطريقة عجيبة فأنا دائما عند وضعي للمنتوج أفضل أن أضع مثلا المنتوج بمئة ديرهم زائد شحن مجاني على أن أضع المنتوج بخمسة وتمانون ديرهم زائد خمسة عشر ديرهم ركزوا على يدي النقطة كثيرا إخواني لأنها نقطة مهمة جدا لجلبي المشترين إذن آخر نقطة والتي أعتبرها من أهم النقط هو كيفية اختيار المورد وكيف أتعامل معه فكل مدينة تتميز بسوق جملة خاص بها فمثلا الضار الوضاء قمت بوضع فيديو سابق ذكرت فيه كل الأسواق والقصاريات التي تبيع المنتوجات بأتمنة جيدة جدا ولمن يريد مشاهدته فسوف أضع لكم رابطة في وصف الفيديو أو من هنا إذن بعدها ستذهب عند الموزع الذي يبيع نفس المنتوج ثم تتحدث معه بطريقة احترافية فكلما كنت ملم بخصائص المنتوج أحجام قياسات ألوان كلما عرضه عليك بتمن جيد ثم تخبره بأنك تملك ستور أو متجر إلكتروني وتبيع المنتوجات عبر الإنترنت عن طريق الإعلانات وأنك تريد أن تتعامل معه كشريك دائم بشرط أن تتواصل معه عبر الواتساب وأن يقوم بتحضير الطلبية لك في أقرب وقت فبهذه الطريقة أخي لن تدفع أي درهم إلا وأنت متأكد 100% بأن المنتاج سوف يباع وحتى لا أطيل عليكم الفيديو سأريكم في فيديو قادم بعض الطرق التي ستساعدكم في تفادي المشترين الوهميين وكذلك طريقة إقناع المترددين للشراء منك وكآخر نصيحة أريد أن أقدمها لكم إخواني فدائما عند بدايتك في التجارة الإلكترونية الداخلية cash on delivery أو الدفع عند الاستلام فابدأ أخي من مدينتك ولا تحاول أن توزع خارج مدينتك لأنه كونك مبتدئ وتجهل العديد من الأشياء حول التجارة فسوف تتعرض للخسارة وهذا لا شك فيه لذلك حاول أن تبدأ في مدينتك حتى تكتسب مهارات التعامل مع الزبناء وكذلك لتستفيد من الأخطاء في البداية ومن ثم انتقل إلى التوزيع خارج مدينتك ولما لا خارج المغرب إذن وصلنا إلى نهاية الفيديو إن أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر إعجاب وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء لتعوم الفائدة وإن كانت هذه أول زيارة لك من القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس لتصلك فيديوهاتنا أول بأول لأن الفيديوهات القادمة ستكون حصرية وخاصة لكم متابعين الكرام دمتم في رعاية الله